مرحباً أميكو منهاردة دكتور عيويل ديو في محاضرة جديدة محاضرات كورس الست سنة المستحضر التجميل المجاني نهاردة ان شاء الله أكلمكم على البي اتش ايه هو البي اتش؟ ايه اهمية ان احنا نظبط البي اتش الخاصة بالمنطق بتاعنا وازاي نظبط درجة البي اتش بتاعتنا لو درجة البي اتش بتاعتنا عالية ازاي نخفضها ولو نخفضها ازاي نرفعها اولا البي اتش هي درجة الحموضة والقلوية تمام؟ الاسكليل بتاع البي اتش من صفر الاربعتاشر من صفر حتى ما قبل سبعة فكل ده اسيدك حمدي سبعة ده المتعادل ومثال ليه البي اتش المتعادل الماء الماء البي اتش بتاعه السبعة ما فوق السبعة حتى اربعتاشر فده الحمدي الالكراين طب ليه مهم جدا ان احنا نظبط البي اتش بتاع المنطق بتاعنا اولا الاسكيم بتاعنا البي اتش بتاعته خمسة ونص فليزم المنتجات اللي احنا بنستخدمها تكون وزن رينج خمسة ونص عشان ما تسببش اي تحسد والالتهاب والفلاميشان لنا وفي نفس الوقت عشان البشرة تستفيد طبعا من المنتج اللي احنا بنحطه احنا نشاهدين نعمل منتجات تأذي العميل بتاعنا والناس اللي بتستخدمه دي حاجة الحاجة التانية كمان عشان نحافظ على المنتج بتاعنا من التلف ازاي كل مادة حافظة بنستخدمها لها درجة بي اتش معينة بتكون المادة الحافظة فعالة فيها فلو البي اتش مش مناسب فالمادة الحافظة اللي احنا هنحطها مش هتبقى فعالة فبالتالي مش هيبقى ليها اي لازمة والمنتج بتاعنا هيطلف وهيعفن وهيبوس لذلك مهم جدا ان احنا بقى عارفين درجة البي اتش الخاصة بكل مادة حافظة احنا بنستخدمها ومناسبة ولا لا للرجوع للمواد الحافظة والمعارفة معلومات اكتر عليها تقدروا ترجعوا لي المحاضرات السابقة هتجدوها ان شاء الله الخاصة بالمواد الحافظة سوف يسيبلكم الامتجات بتاعاتها اسفل الفيديو بإذن الله تعالى طيب بنقدر نقيس بقى ازاي البي اتش البي اتش بنقدر نقيسه بحية من اثنين يعمل بي اتش بي برز اللي هي اوراق قياس البي اتش او البي اتش ميتر اوراق قياس البي اتش كلنا طبعا عارفينها وشفناها في المعمل في المدرسة وشفناها في المعمل في الجماعة دي الاوراق اللي بتبقى لونها اصفر دي لما بنحطها في السائل بتاعنا اللي احنا مراد نقيس البي اتش بتاعها او اي مادة احنا حابين نقيس البي اتش بتاعها طبعا بتاخد درجة من درجات الالوام والدرجة دي احنا بنقصها على النقياس او بنقارنها بالنقياس بتاع الالوام بتاعتنا ونعرف كده درجة البي اتش عن طريق احنا بنعمل كمبرزن بنقارن ما بين اللي نصل علينا ما بين السكيل بتاع الالوام اللي بيبقى قدامنا تاني حاجة بنقدر نقيس بيها هي البي اتش ميتر البي اتش ميتر ده برا عن جهاز بنضعه في المادة اللي احنا حابين نقص البي اتش بتاعتها وبنشوف الدرجة اللي طلعت لنا على الشاشة بتبقى الشاشة بتاعته ديجتال الدرجة بتطلع مكتوبة ان شاء الله هعمل لكم بإذن الله فيديو بالتفصيل وهنقرب مع بعض البي اتش ميتر واريكم ازاي بنقيس بدرجة البي اتش الناس اللي هتسألني طب اني جيب البي اتش بابرز منين او بي اتش ميتر هسيب لكم ان شاء الله لينكات المصادر اسفل الفيديو طيب يا دكتور احنا عارفنا ازاي ان احنا نقيس البي اتش وهميته طب دلوقتي انا عملت منتج والبي اتش بتاعي طلع عالي البي اتش مثلا طلع سيه مثلا عشرة تسعة انا عايز اخفضه انا عايز انزله ازاي هنزل البي اتش عشان ننزل البي اتش بنستخدم محلول خمسين في المية ملح ليمون خمسين في المية سترك اسد ازاي عشان نخفض البي اتش هنجيب بطل تمام سيه مثلا بطل دي ميت جرام هنضع فيها خمسين جرام ماء مقطر وخمسين جرام التانيين ملح ليمون او الوزن بتاعنا حتى لو البطل دي خمسين جرام فاحنا هنحط فيها خمسة وعشرين جرام ماء مقطر وخمسة وعشرين جرام سترك اسد المهم ان المحلول بيكون خمسين في المية ماء مقطر وخمسين في المية ملح ليمون وبنرجوهم كويس وميدوه كويس جدا ملح ليمون فبالتالي بيبقى عندنا محلول خمسين في المية سترك اسد ويستخدم المحلول ده لخفض البي اتش لو مرتفع ازاي احنا خلاص بعد ما بنقيس البي اتش لقينا البي اتش مرتفع بنبتدي نضع نقطة نقطة ما بنصبش كميات يا جماعة انا بنحط نقاط لانه ممكن تكفي نقطة او نقطتين انهما ديزبطوا البي اتش بتاعنا بنحط نقاط وبنقلب الخليط بتاعنا وبنقيس ده برضو ان شاء الله هحاول اوروه لكم ان شاء الله في فيديو بالتفصيل لما نوصل للجزء العملي البراكتيكال بتاعنا طب لو البي اتش بتاعنا بقى مخافض قوي مثلا صفر او واحد واحنا عايزين نرفعه هنستخدم ايه عشان نرفع البي اتش بتاعنا بنستخدم محلول 10% صودة كوية عشان تعرفوا الصودة الكوية وتفاصيل اخطر عامناها والبركورشنز المهمة واللازمة عند التعامل معاها رجعوا لمحاضرة الصودة الكوية وان شاء الله برضو اصيب لكم انتقاس في الفيديو طيب محلو الصودة الكوية العشرة في المية عشان نرفع البي اتش بازاي بنضع او بندوب 10% صودة كوية في 90% ماء مقدر بمعنى لو احنا عندنا البطل اللي احنا هنحتفظ بيها بالسوليوشن بتاع العشرة في المية صودة الكوية عشان نرفع البي اتش لو هو 100 جرام تمام احنا هنحط 10 جرام صودة الكوية وتسعين جرام مية تمام حتى بعنا على حسب البطل بتاعتنا او على حسب الحاجة اللي انتم احتفظوا بيها بيتزبطهم النسبة بتاعتكم يعني هو هنا سوديوم هيدروكسايد بيبقى 10% هيبقى 10% سوديوم هيدروكسايد وتسعين في المية ماء مقتر وخلي بالكم ان المحلول بتاع السوديوم هيدروكسايد ده صلاحيته لمدة شهر وبعد كده بيترمع وبيتعمل غيره فيفضل ان احنا نعمل كميات صغيرة عشان نشتغل بيها لو احنا في الاول بنعمل منتجات كميات قليلة تمام وبعد كده ان شاء الله بإذن الله لما يبقى الانتاج بتاعنا كبير تقدروا تعملوا كميات اكبر عشان تستخدموها على نطاق اوسع عشان تقيسوا البي اتش بتاعت كل بتشاية هتصنعوها وزي ما احنا ذكرنا قبل كده طبعا عشان نرفع البي اتش بتاعنا زي ما عملنا في المحلول بتاع السيترق اسد برضو منستخدم نفس الفكرة بمحلول السودة الكوية بنضع نقاط بسيطة نقطة او نقطتين ونقيس البي اتش لو لسه ما تزبطش للدرجة اللي احنا عايزينها بنضيف تاني كان معكم دكتور اميرا ديوي اتمنى انكم تكونوا استفدتم من محاضرة النهاردة لو فيه اي استفسار ما تنسوش تتصبوه في كومنت اسفل الفيديو وارحب باي استفسار وكمان اي اقتراح